يمكن احنا احنا اقولنا عايزين نتكلم على تعزيز العمل الاهلي قانون حرية المعلومات اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ابدأ بالاخر اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ايه المقترحات اللي بيتم منقشتها او المزمع منقشتها خليني اقول لحضرتك يعني الموضوع متعلق بقاعد دستورية وضعب الدستورية المادة 102 وضحت حد ادنى لاعضاء مجلس النواب اللي هما 450 عضو لكنها لم تحدد حد اقصى فبالتالي الوصول للحد الاقصى دوت محل نقاش نيجي للمادة 52 من الدستور المستحدثة في تعديلات 2019 وضحت ان الحد الادنى 180 عضو مجلس شيوخ كحد ادنى لكنها لم تحدد الحد الاقصى فبالتالي ده امر محل نقاش في ناس بتطالب وليها وجهة نظر بزيادة اعداد اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ وعندهم حيثية في هذا الامر ان حصل توسعات عمرانية وحصل زيادة سكانية بتسمح بفكرة تمثيل كل نائب التمثيل الملائم بمفهوم في وزن نسبي لتمثيل النائب لعدد معين من المواطنين ففي البعض اتجه لمساحة ان احنا نزود اعداد اعضاء المجلس علشان يكون الرقم مناسب لاخر احصائية تمت في انتخابات 2015 وكان في حكم محكمة دستورية واضح صدر في هذا الامر بمسألة الوزن النسبي الذي يمثل كل نائب لكل عدد من الناخبين والسكان اذا ده مقترح فيه مقترح تاني بيتكلم حوالين الابقاء على العدد الحالي وفقا لوزيادة التمثيل بمفهوم يعني لو كل ناخب لو كل عضو مجلس بيرعي عدد معين من المرشحين ومن الاعضاء وبيمثلهم وكذا فيفضلوا زي ما هما فبالتالي فيه عدد من المقترحات في هذا الاتجاه بالقياس برضو في مجلس الشيوخ كذلك ترجمة نانسي قنقر